بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وعزائنا المشاهدين في سلسلة حلقات استلام أعمال التشتباط المعمارية النهاردة نتكلم على استلام معجون الدهانات أتمنى تلعمونا بالاشتراك في قناة أبنخش في الحلقة ونتكلم على استلام معجون الدهانات أنت عندك دهان جبت دهان في الشقة عندك عايز تعرف تستلم المعجون منه موضوع محتاجة كذا نقطة تعرفها هتلاقي نفسك عرفت تستلم المعجون يعني الموضوع ما حدش يقدر يضحك عليك أول حاجة قبل ما يشتغل الدهان لازم تتأكد من عدم وجود مرمات في اللياسة أو تطبيل تتأكد مش هتكسر خلاص كل حاجة خلصانة عندك في الجدران تشوف لو فيه تطبيل ولا حاجة بتطبل على الجدار للاقي التطبيل يتكسر ويتزبط كلام ده كله قبل ما يبدأ يشتغل سكينة المعجون اللياسة تمام التمام فيش أي مشكلة فيها لازم تتأكد من نوع الخمات ومطبقتها المواصفات يعني انت مثلا عايز جوتين عايز الجزيرة عايز رغدان عايز صايبس لازم تشوف النوع اللي انت اخترته للمقاو اللي يشتغله فلازم تتأكد من طبقته ليه طبعا اول حاجة بتبدأ تجهز الحيطة بتاعتك بالصنفرة اول اللي احنا بنسميها الحجر تمام عشان زي بقوله يدفش او يشيل الرملة اللي بتكون برزة في الجدار فلازم يصنفر كويس الحجر وهو كده شل الرمل اللي طالع من الجدار وبتبدأ تخسل الحيطة بالمية وتسيبها لحد ما تنشف بعد كده ببدأ احط شريط لاصق طبعا بيكون اعلى الحوائط وعلى الوزراء وعلى علاب الكهرباء وعلى الاكسسورات سواء لو انت مركب الابواب والشبابيك بتاعتك كل ده حماية للحاجات دية وبرضه حاولين الابواب وحاولين البرور بتاعت الابواب وتغطي الارضيات كويس بعد ما خلاص الكلام ده تبدأ تدي اول وش قبل المعجون اللي هو السيلر اللي هو السيلر السيلر ده بيكون سيلر المضافة لستقبال طبقة المعجون على الجدار خلاص يبقى انت كده عرفت حضرت الجدار للمعجون ببدأ بعد كده ادي اول سكين معجون تمام وبتأكد من معجنة جميع الاماكن طبعا الارتفاعات العالية الزوايا حاولين العرب الكهرباء الاركان وما الى ذلك وتتأكد لان فيش تموجات او اثار سكينة معجون بتبص كده ما فيش تموجات ما فيش حتة طلعة ما فيش صنايع مثلا وقف سكينة المعجون في حتة معينا ونسي وجاب سكينة وجاب معجون تاني وكمل عليه فلازم ما بقاش فيه اصر سكينة معجون تكون كلها متجنسة بعد كده السكينة التانية تحاول تعملها بلون مختلف عن السكينة الاولى وبيكون اتجاه عمودي عليها على السكينة الاولى عشان تقدر زي بقوله تستلم فرق السكينة الاولى من السكينة التانية ومحدش يقدر يضحك عليك وتأكد اللي انت عملت سكينتين عشان الجدار بتاعك يكون ممتاز ويستقبل الديهان بكل اريحية طبعا بعد كده بتبدأ تصنفر بصنفرة بتكون نعمة في جميع الاماكن والاركان يبقى انت كده طبعا لو احتاجت الحيطة انك تدي سكينة تالتة بتعتمد على مدى سمك المعجون ومدى جودته ومدى لو الحيطة اللي ياسف بتاعيتها مفيش مشاكل فيها وكويسة ممكن تاخد سكينتين وممكن تاخد تلت سكاكين حسب حالة الحيطة خلاص تأكدت الحيطة بتاعتي تمام والمعجون نشف وعظم زي ما بقوله بابدأ صنفر وابدأ كله يبقى تمام بيعندي المعجون عندي جاهز وبقماشى نظيفة كده بابدأ بعد ما صنفر ابدأ انضف الحيطة بتاعتي بكده اكون استلمت اعمال معجون الدهانات موضوع كان سهل وبسيط بس حبيت اتكلم فيه في استلام سلسلة اعمال المعمرية ان شاء الله تكون حلقة عجبتكم متنسوش تدعمونا بالاشتراك في قناة وتفعيل الجرس عشان نسلكم كل حلقتنا بإذن الرحمن كان معاكم مهندس حيث ابن نبيل ويومكم سعيد